لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة النظيفة ووضعنا مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050 والتزمنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 واستثمرنا بما يقارب من 100 مليار دولار وتموين العمل المناخي مع التركيز على الطاقة الجديدة والنظيفة كما نعتزم باستثمار حوالي 130 مليار دولار إضافية في السنوات السبع القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة